أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مورسي أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة والمسواة بين الجنسين محلياً ودولياً خلال السنوات الست الماضية وذلك بفضل الإرادة السياسية الدعمة لقضايا المرأة وخلال مشاركتها في افتتاح برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي الياباني استعرضت مايا مورسي جهود مصر في مجال تمكين المرأة وأشارت إلى أن مصر أول دولة في العالم تطلق الاستراتيجية الوطنية والمعنية بتمكين المرأة المصرية 20-30 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة